السلام عليكم ورحمة الله واحد من اكثر المشاكل شيوعا في السيارات الضعف في العزم وفقد في قدرة المحرك والسيارة سحبها ضعيف وثقل في الدعسة او عدم الاستجابة لدعسة الوقود مع حدوث تذبذب وتقطيع في المحرك تأخر في التعشيق لنمرأ اعلى هذه المشكلة لها اسباب كثيرة جدا سواء اعطال ميكانيكية او اعطال مرتبطة بمحرك السيارة او القير او خلل في الحساسات والمشغلات في هذا المقطع رح نتكلم بشكل خاص عن اهم الحساسات اللي بترتبط بالعزم وعند وجود اي خلل فيها رح يتسبب فقد كبير في قدرة المحرك وبطئ عند التسارع لكن في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة اولا حساسات الهواء في السيارات يوجد نوعين شاعين لحساسات قياس كمية الهواء المتدفقة للمحرك الاول حساس الضغط المطلق او ما يعرف بالماب سنسور والثاني حساس كمية الهواء المتدفقة للمحرك او ما يعرف بالماب سنسور حساس الماب سنسور غالبا مكانه بيكون بعد البوابة او الثراتل وبيعتمد في مبدع عمله على التغير في الضغط المطلق اللي بنتج عن مقدار التغير في فتحة الخانق كمبيوتر السيارة البي سي ام بيتمد بشكل اساسي على حساس الماب لتحديد كمية الوقود المحقونة بالاعتماد على كمية الهواء المتدفقة الى المحرك لذلك عند وجود اي خلل في حساس الماب هذا الان رح يتسبب غالبا في انخفاض كبير في اداء المحرك حدوث تفتفي في المحرك والاستجابة لدعسة الوقود بتكون بطيئة والسيارة بشكل عام بيكون سحبها ضعيف في المقابل حساس الماب سنسور بيكون بعد فلتر الهواء مباشرة وبعمل على قياس كمية الهواء المتدفقة للمحرك من خلال قياس درجة حرارة جزء من الهواء الداخل بواسط سلك الساخل موجود في الحساس وجود خلل في الحساس غالبا ما رح يتسبب بضعف كبير في العزم تقطيع وتفتفي في عمل المحرك اهم الاكواد المرتبطة بحساس الماب سنسور تشمل الاكواد التالي البيزيرو ميو ستة والميو سبعة والميو ثماني في المقابل اهم الاكواد المرتبطة بحساس الماف تشمل الاكواد البيزيرو ميو واحد وميو اثنين وميو ثلاث وميو اربعة في حال الظهور اي خلل بحساسات الهواء ينصح دائما بفحص الدائرة الكهربائية للحساس والتأكد من عدم وجود تقطيع في الاسلاك أو تماس بالأسلاك ممكن يتسبب بدائرة قصر وبالنسبة لحساس الماف ينصح بتنظيف الحساس بواسط بخاخ خاص لتنظيفه من الشوائب والأوساخ ثانيا حساس الخانق TBS حساس الخانق من أهم الحساسات المرتبطة بالعزم وجزء أساسي من نظام إدارة الوقود في المركبات الحساس بيرسل إشارة للكمبيوتر السيارة لتحديد موضع الخانق في البوابة يوجد سلك يربط بين دعسة الوقود والخانق في البوابة عندما يتم الضغط على دعسة الوقود تبدأ فتحة الخانق بالفتح بشكل تدريجي حساس الخانق وظيفته تتمثل بقياس مقدار فتحة الخانق وبالتالي هذا الحساس مرتبط بشكل أساسي بالعزم والاستجابة لدعسة الوقود لزيادة السرعة بالمقدار اللي بتناسبع مقدار فتحة الخانق لذلك عند وجود أي خلل في الحساس هذا الأمر رح يتسبب بضعف عند التسارع وعدم الاستجابة لدعسة الوقود في بعض الحالات من الممكن أن تتسارع السيارة بشكل مفاجئ بدون الضغط على دعسة الوقود وأهم الأكواد المرتبطة بالحساس تشمل الأكواد من البي 0120 ولغاية الكود البي 0124 ثالثا حساس الكامات أو حساس عمود التيمن هذا الحساس بيعمل جنبا لجنب حساس الكرنك لتحديد موضع المكبس في النقطة الميت العليا في الإصطوان الأولى وفي شوط الضغط هذا الأمر بيعمل على تحديد توقيت الحقن للبخاخات وتحديد موعد إطلاق الشرارة من البواجي لذلك عند وجود أي خلل في هذا الحساس رح يتسبب بمشاكل كثيرة جدا ومن أهم ما فقد في قدرة المحرك وضعف في العزم وأهم الأكواد المرتبطة بحساس الكامات تشمل الأكواد من B0340 ولغاية الكود B0349 رابعا حساس الأكسجين حساس الأكسجين يوجد قبل دب التلبية أو الكتالايزر ووظيف هذا الحساس تكمن في قياس كمية الأكسجين الموجودة في غازات العادل ومن خلال هذه الكمية بيستطيع كمبيوتر السيارة التعرف على نسبة الخليط المحترق وبناء على ذلك بيقوم بتعديل كمية الوقود المحقونة في الأشواط اللاحقة لتقترم الخليط المثالي وعند وجود خلل في حساس الأكسجين رح تحدث الكثير من الأعطال من أهمها زيادة في استهلاك الوقود وزيادة في نسبة الغازات المنبعثة في غازات العادل لكن في بعض الحالات على العكس تماما قد يحدث استهلاك منخفض الوقود لكن مع ضعف كبير جدا في العزم وفقد في قدرة المحرك طبعا يوجد عدد كبير جدا من رموز الأعطال اللي بتشير لوجود خلل أو مشاكل في حساس الأكسجين من أهمها دي الأكواد البي زيرو مئة وستين والبي زيرو مئة وسبعين والبي زيرو سبعمية وثلاثة عش والبي زيرو مئة وسبعين والبي زيرو مئة وثلاثين على كلين الأمر أكثر تعقيدا في السيارات الحديثة وغالبا لما يكتشف كمبيوتر السيارة خلل في أي حساس وضع الخاطئ اللي بتنفيه الانتقال إلى إعدادات مسبقة في كمبيوتر السيارة واللي بتتمثل بإيقاف إشارة الحساس اللي بعاني من مشاكل والانتقال إلى الخرائط المخزنة في الكمبيوتر أو ما يعرف بالماب داتا لتعويض إشارة الحساس الذي يعاني من المشاكل وهذه الإعدادات تختلف من مصنع لآخر لكن جميحها بهدف إلى تعويض إشارة الحساس اللي بعاني من خلل بالقدر اللي بسمح باستخدام المركبة مع الحفاظ على الأجزاء المهمة جدا في السيارة مثل المحرك والجير من التلف بالإضافة للاستخدام الآمن للسيارة لتجنب وقوع الحوادث نتيجة الخلل أو الأعطال اللي ممكن تنتوج من تلف الحساسات لذلك غالباً رح يتم خفض قدرة المحرك بشكل كبير جداً وغالباً ما رح تقدر تعشق الجير فوق الترس الثالث والسيارة ما رح تتجاوز سرعة فيها فوق 70 كيلو متر لكل ساعة وهذا الوضع يسمى باللمب هوم أو وضع الطوارئ في السيارات ممكن يتم وضع السيارة في هذه الوضعية في السيارات الحديثة بسبب أعطال مرتبطة بالمحرك أو القير واللي بتشمل أيضاً خلل في الحساسات اللي تم ذكرها سابقاً بالإضافة لحساسات أخرى مثل حساس الكرانك وحساس درجة حرات المحرك حتى الحساسات الأخرى المرتبطة بالقير ممكن تسبب بهذه الوضعية حتى حساسات مثل ABS أو أي حساس آخر ممكن تسبب بخطورة في قيادة المركبة ممكن يتسبب في وضع السيارة في وضع الأمان أو الليم هوم على كلين الأمر جيد بالأعطال المرتبطة بالحساسات أنه غالبا ما راح يتم رصد أكواد خاصة بها راح يتسبب بإضاءة لمبة تشيك إنجين في لوحة العدادات الأمر اللي بساهم بتحديد مكان الخلل أو العطل في بعض الحالات ممكن ما يتم رصد أكواد أعطال أو تظهر لمبة تشيك إنجين في لوحة العدادات على الرغم من وجود مشكلة أو مشاكل في حساس أو أكثر من الحساسات لذلك من المهم جدا استخدام الداة ستريم أو الداة لايف لتحديد الحساس البعاني من الخلل